بداية محمد يبدو أنه من المستحيل منع الأطفال عن الأجهزة الإلكترونية في الوقت الحاضر وفي عمر معين أكضا يبدو مستحيل كمان أنه نمنعهم عن السوشيال ميديا صح؟ صح صراحة السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صارت مكان أنه الواحد يقتبس منه حتى معلومات ويتعلم وهي وسيلة حتى يعني تعليم بالترفيه واليوم فيه كثير من الناس اللي منعتبروا يعني صراحة الخروج عن المألوف في القطاع التعليمي فبروح هذا بصير يستخدم اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي بدليل أنه مرات بتحس أنه ابنك أو بنتك بحكوا كلمات أو بحكوا لغات تانية وإنت بعمرك ما علمتم أو عمرهم ما شافوها في المدرسة فاليوم إحنا عم نحكي حتى من ناحية الأمور اللي هي النيوز أو أي شيء اللي عم بشوفه من ناحية أخبار بتحكي عن 90% عم يتم أخده من مواقع التواصل الاجتماعي تمام حتى هناك بجوز أفكار جديدة أو أغاني أحياناً أو اسمها أفلام أو ممثلين متفاجئة أنه أبنائنا بعرفوها مثلاً وهي غير يعني بحياتنا نحنا ما اتطرقنا لإلها جو المنزل هذا الدليل عن التأثير المباشر للإنترنت تحديداً على أطفالنا طيب كيف منحمي أطفالنا من الاستخدام السيء للتكنولوجيا؟ نعم، أول شيء اليوم في عنا أدوات عم بتيح لإلنا التكنولوجيا لحتى أنك تراقب اللي هو أو تعمل سوبر فيجن أو تشرف على استخدام ابنك أو بنتك على الإنترنت بشكل عام اليوم إلينا ما نيجي نيجي عن هواتف الأندرويد فيه شيء اسمه فاميلي لينك وهي تطبيق من جوجل هو ترستد بإمكانك تنزله على التابلت وتنزله على الموبايل تبعك بتفوت عليه بحسابك الجيميل اللي هو الإيميل الطبيعي اللي بتدخل عليه بشكل طبيعي وبإمكانك أنك تضيف معلم والمعلم يصير يحط المحتوى للطفل كحساب أنت بتكون الأدمنستريتر أنت بتكون اللي هو الحدى اللي ماسك كل إشي في هذا الحساب بإمكانك تضيف الأساد اللي موجودين عندك يضيفونه المحتوى اللي يبدوهم إياه والتطبيقات اللي بدووا إياه وأوقات اللي لازم يوعد عليها ولا لا أو بإمكانك أنت تحط الأيام تحط الأوقات المعينة تعمل فايند لهذا الجهاز في حال ضيعه وتركه في المدرسة أو بدك تعرف مين موجود ابنك تعمله تحدد وصوله للمواقع اللي أنت بدك إياه فهذا التطبيق اسمه فاميلي لينك تفتح على المتجر الرسمي وتنزل اسمه فاميلي لينك وبإمكانك تعمل كل هاي الخصائص وبكل سهوة تحكم مع كل الأبليكيشنز الأخرى على التابلت أو على الموبايل تحكم بكل شيء تاني موجود ممكن شيء نزله مثلاً للطفل كل شيء سواء أنا بدي أخلي نزل تطبيقات معينة سواء أنا بدي أتحكم بالأيام والأوقات اللي لازم يعود فيها أو أحط له مدة مسموحة بعديها يعمل لك أو أني أحدد موقع أو أني أضيف مستخدمين لحتى يتحكموا بالوسيلة التعليمية اللي هو اللي ماسكها بين إدي اللي هي تابلت تمام ومعظم بجوز الأبليكيشنز الكبيرة كمان محمد المسنجر مثلاً عم كصير فيه مسنجر كيدز مثلاً بتكون الأم والأب موجودين بالمسنجر موجود مين الكونتكتس أو مين الأشخاص اللي عم بكونوا يعني موجودين جوه المحادثات والكل بيشوف الأب والأم والأطفال بيشوف يعني أنا بستخدم هذا الاشي مع بنتي صراحة صراحة هي نقطة رائعة هيتم أنا كانت غايبة عن بالي لأنه حتى لما نيجي نحكي عن إنستجرام إنستجرام في الفترة الماضية كانت حم تحاول تعمل شيء إنستجرام فور كيدز هلأ صار في مشاكل كثير كبيرة عليها من ناحية برايفيسي من ناحية سيكيريتي إنه أنتوا بتكم تأخذوا الديتا تبعية أولاد الصغار أو بتصيروا تحكموا بتوجهات هذول الأطفال نعم فتخيل أنت اليوم أنا آجي أتحكم بتوجه طفل معين أو من هو صغير وربيه على السوشال ميديا زي ما أنا بدي كتطبيق نعم وهذا الشيء خلق مشاكل كثير كبيرة أنا بدي له مسيجز معينة ورسائل معينة 100% وبحط له على الهوم بيج صور معينة أنا بختارها 100% وإحنا بنسميها اللي هي الدبلوماسية الرقمية واللي هي التحكم بتوجه الأجيال وتعليمهم أو تدريبهم على أمور معينة وهذه الأمور بيكبروا عليها وبيصيروا عليها زي كأنك مربيهم زي كأنه والدك أنا اليوم بحكيها صراحة من هون لحتى الكل يكون عارف اليوم والد ووالدة ابنك ممكن يكون السوشال ميديا فلازم تنتبه وتكون في عندك دراية على إيش عام يفتح وشو عام يعمل بالإضافة لأنك تبني الثقة اللي موجودة عنده لأنك أولاً آخر ما رح تقدر تحكم بكل إشي ولكن إحنا اليوم عم نحكي لك عن وسائل وعن أدوات هاي الوسائل جداً مهمة إنك تنزلها على التابلت عنده وعندك على الموبايل وتعمل فل سوبر فيجين أو إشراف تام على الجهاز الخاص فيه تمام محمد كمان عشان ما يسرقنا الوقت في فكرة إيش عم بشوف وفي فكرة الإدمان نعم قديش عم بيقضي وهاي الأهل كتير بشكوا منها خصوصاً الفيديو جيمز إنه أنا ابني بعرف شو عم بعمل أنا شايفة شو عم بعمل ما عم بدخل على المواقع أنا ما بدي يدخل عليها ولكن عم بيلعب فيديو جيمز مثلاً تمام أو عم بيقضي وقت طويل على بيحضر فيديوهات على التك توك مثلاً أو 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 فكيف ممكن أنه أساعد ابني يتخلص من هذا الإدمان؟ نعم طبعاً معظم التطبيقات اليوم عم يتيح لك كثير من الوسائل اللي بتفرجيك أدي نسبة الإدمان أو أدي أنت بتقضي وقت على هاي المواقع زي بجوزة عبل الهوان وياك جينا عملنا تشالينج مين الأكتر عنده وقت للإدمان أنت بجوزة طلعت ساعة و 13 دقيقة للأسف أنا طلعت ساعة و 57 أنا للأسف أكتر بشغلتك يعني أنت خبير تكنولوجي أنا مش خبير تكنولوجي فيبدو أنه الوقت اللي أنا عم بقضيه يعني طويل نحن بنحكي عن مثلاً إنستجرام فيه أوبشنز معينة بتقدر تعرف قديش أنت عم بتقضي واكتشفت كمان محمد وأنت يعني شكراً لإلك أنك فرجيتني اكتشفت أنه فيه أشياء تانية ممكن تعملها كانت تخلي نوتيفكيشن أنه الابليكيشن نفسه يبعت لك نوتيفكيشن أو ملاحظات أنه توقف عن المشاهدة حالياً فأنت بالتالي بتقلص الفترة نعم فالإدمان اليوم يجب أن نرى الإنستجرام كما أنت تفضلت لهيثم أنت بإمكانك تعمل ست تايمر أنه أنا أدي بضل أعداء إذا عدت أكتر من عشر دقائق تعالي حكي لي أنه لازم تطلع من نفس الإنستجرام يعني هم واعيين للأمور التي إلها علاقة بإدمان السوشال ميديا لأن هذه الأمور صراحة في معظم الدول مثلاً كـ PUBG كثير من الدول حضرتها بسبب الإدمان وحتى PUBG اليوم تعطيك كمان نوتيفكيشن تيجي تحكي لك بعد ربع ساعة أنت عدت ربع ساعة بعد ساعتين تيجي تحكي لك أعداد كذا بس بجوز هذه الأمور محمد عليها ضغوطات من النظمات الإنسانية الكبيرة يعني عندها ضغوطات كبيرة لحتها تظلها هي كأمور تخيل تجارية بجوز ما أتوقع فيها الأهل مجبر أخاك لا بطل بس في عندهم ضغوطات من المنظمات الصحة النفسية العالمية يس طبعاً فإنت لما تيجي تحط تايمير أو تحط لميتيشن طبما هو مش من مصلحة إنستجرام إنه مثلاً في عنده اللي هي إعلانات ولكن هو بحط لك ديلي لميت بيحكي لك أنت بعد الساعتين ما بتقدر منطلعك مثلاً أو عشر دقايق منصر نعطيك نتيفكيشن هاي الأمور إذا أنت هلأ بتفتح بكل بساطة تفتح على بروفائلك في إنستجرام اطلع لفوق بتلاقي شي في عندك اسمه يور اكتيفتي تفتح عليها ببين عندك الوقت تقضي وقت على الإنستجرام تطلع عليها هيك في الأيام وفي عندك أيام في ناس بظلوا أربع ساعات وثلاث ساعات فتخيل أنه أنت أربع ساعات من يومك كمعدل عم تقضي فقط على السوشال ميديا وعندك كمان بدك تحكي عشت كمان ست ساعات فحياتك الإفتراضية صارت المعيشة فيها زي الحياة الواقعية لسه عندك فيسبوك وعندك واتساب والأشخاص اللي كمان بحبوا فيديوهات التكتوك وسناب تشات واشياء تانية كمان ممكن تكون موجودة من السوشال ميديا يوتيوب مثلا ممكن واحد عم بيحضر فيديوز أو أحيانا بيحضر فيديوز لها مثلا معنا وأحيانا ما إلها فائدة فتخيل يعني حتى أنا ساعة وربع محمد عم بحسبهم يعني أنه عندي 8 ساعات تقريباً 9 ساعات في الأسبوع طب هدول بتمرن فيهم بشتغل فيهم بقرأ كتاب فيهم بعمل إشي مهم لو نصهم على الأقل بجوز كان أنا استفدت في حياتي نعم أنا معك وخصوصاً أنه حتى في دول أخذت الموضوع يعني لا ستب بعد لدرجة بعد عندك في كوريا الجنوبية فتحوا مدارس للإدمان يعني اليوم أنت لم يصير في عندك مدرسة داخلية للإدمان مثلاً على الألعاب أو الإدمان على السوشال ميديا فهو إشي كثير سيريوس يعني أنت تخيل أنا فقط أكون ساعتين على الإنستجرام زي ما هو هلأ موجود عندي على الإنستجرام وعندي على سناب شات أنا سناب شات طبعاً حدفته وحتى في تيك توك كمان حادفه ما بستخدمه خلاص ركزت حالي على منصة واحدة فقط لأنه إذا نزلت كل هدول المنصات بصير هون ساعتين هون ساعتين هون ساعتين هون ساعتين هون ساعتين يومياً لو بأعتبر أنه أنا ضل صاحي 12 ساعة باليوم وأكون فيهم برودكتف أنت عم تحكي أنا كل يومين عم بضيع يوم من حياة صح 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 أنت بالآخر ضيعت تلت حياتك بجوز 30% من حياتك على السوشال وأنا ماسك الموبايل بس وعم بكبر صح يعني محمد أتشكرك على هذه التنبيهات المهمة المهمة كثير شكراً يعطيك ألف عافية ودائماً منحب وجودك وهذه الفقرة مهمة وممتازة في برنامجنا شكراً جزيلاً